موسيقى الثانية صباح ناثنية عشرة بالتوقيت جرينيتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن النهر النيل هو شريان الوجود للوحيد لمصر وأن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تندر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها وخلال إلقائه بين مصر أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار رئيس السيسي إلى أن مصر ما زالت تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل ومدزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة كما أكد الرئيس أن مصر طبقت سياسات الإصلاح الاقتصادي التي مكنتها من تنفيذ برامج اجتماعية طموحة لصالح الفئات الأولى بالرعاية مشددا على أن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها وتبدل جهودا حثيثة في إطار من احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق من مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي قدم العزاء لأفراد أسرة الفقيد كما حرص على حضور مراسم الدفن كان الرئيس السيسي قد أعلن الحداد الوطني على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق وأخلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء أعلن الرئيس السيسي إطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة الهايكستيب العسكرية تكريما له وأشر الرئيس السيسي لأن المشير طنطاوي تولى قيادة الدولة المصرية في مرحلة حساسة جدا بحكمة وتفال شديد ما أدى إلى عبور الدولة لتلك المرحلة بنجاح بأقل قدر من الأضرار شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء وافتتح الرئيس السيسي نفق الشهيد أحمد حمدي 2 كما افتتح عبر الفيديو كونفرنس مستشفى سانت كاترين ومركز طب أسرة الرئيسات في جنوب سيناء ومركز طب أسرة التوفيق في محافظة السويس أدانت مصر المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها جمهورية السودان الشقيق مؤكدة دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها الدؤوبة لتقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني في هذه المرحلة الهامة من تريق البلاد وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر حكومة وشعبا على حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان ورفضها لأي محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية في إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي ودنيل أعلن البرلمان الليبي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد البيبة بعد نصف عام من توليها السلطة وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء مهامها ومن إجراء الانتخابات العامة في البلاد وتم التصريط على سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 صوتاً من أصوات أعضاء مجلس النواب الحاضرين فعلياً في الجلسة وهم 113 نائباً هذا وقرر المجلس استمر للحكومة في تصريف وتسيير الأعمال أعلن مجلس الوزراء اللبناني أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيتوجه غداً الخميس إلى فرنسا في زيارة عمل وأعلن قصر الإليزية أن رئيس الفرنسي أمانويل مكهان سيستقبل ميقاتي يوم الجمعة رياضياً توجه فريق طلائع الجيش بلقب كأس السوبر المحلي للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعد فوزه على الأهل في بطولة السوبر لموسم 2019-2020 بركلات الجزاء الترجيحية في اللقاء الذي جمع بينهما على ستادي بورج العرب بالأسكندرية لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعة على مواقع تواصل اجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب شكراً أعطي بالمتابعة وإلى اللقاء